موسيقى مساء الخير بعدما أفرغ الربيع المتحرك فصوله على المدن العربية حل الشتاء الإيراني الذي لم ترسم حدوده في يومه السادس إذ تواصلت التظاهرات الشعبية في أكبر حركة احتجاجية في البلاد منذ الحركة الخضراء التي أطلقها الإصلاحيون قبل تسع سنوات وفي أول تعليق له منذ بدء موجة الاحتجاجات المناوئة للحكومة اتهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خمينئي أعداء بلاده بأنهم يثيرون الاترابات مضيفا إن هؤلاء العداء يمدون المتظاهرين بالمال والسلاح والاستخبارات ولوحت وزارة الاستخبارات الإيرانية بالقوة الصارمة في مواجهة ما تصفهم بمثيري الشغب في حين شهدت عشرات المدن الإيرانية تظاهرات حاشدة رفضا للتدخل الخارجي ودعما للقيادة ويبدو أن أي سيناريو خاص باستشراف مآل التظاهرات الحالية محكوم عليه إما بمدى توسع الاحتجاجات وقدرتها على الانتشار الجغرافي وإما بقدرة النظام على استيعابها سلما عبر توفير الإصلاحات المعيشية علما أن بعض الإيرانيين اختبروا الانتفاضة عام 2009 وأخفقوا في تأمين استمراريتها لسيما أن ثورات العالم العربي أعطت الانتباع بأن التغيير في الشارع ليس ممكنا وهكذا فإن الحركة الجديدة أمام سيناريوات عدة محتملة أولها تكرار تجربة خاسرة وتمكين السلطات من شراء الوقت وثانيها تراجع حدة التظاهرات باتباع السلطة سياسة مزدوجة تقوم من جهة على تجديد القبضة الأمنية ومن جهة أخرى على استجابة حكومة الرئيس روحاني لبعض مطالب المحتجين ذات الأبعاد المطلبية وبالتراجع عن بعض السياسات التقشفية أو زيادة الأسعار أما الثالث فهو امتداد التظاهرات واتساعها بما يمكنها من فرض شروطها ونكون بذلك أمام فاعل سياسيا جديدا على الساحة الإيرانية وهذا الاحتمال يبقى الأضعف ذلك أن لا مؤشرات منطقية بعد على إمكان إطاحة الحكم أو تحدي نفوذه الشامل أقصى ما يمكن تحقيقه هو إضعاف روحاني وفريقه وإحراجهما استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة ثم المعركة الأهم بعدها اختيار المرشد وإذا كان الشارع حصر المعركة بالفساد والإصلاح الداخلي فإن الولي الفقيه رفعها إلى مستوى الإمدادات الخارجية بالمال والسلاح والاستخبارات ضمن مثلة أمريكي إسرائيلي خليجي خسر في سوريا وأدين في اليمن وراكم الإرهاب في ليبيا وعند حدود سيناء واليوم يعاقب دولة باكستان ويمننها بالمساعدات ومن بين احتراق الأوراق في المنطقة تسلم وزير الخارجية جمران باسيل اليوم ورقة اعتماد السفير السعودي وليد اليعقوبي وعلى الأغلب فإن باسيل ضمن الموافقة على طلب قبول الصداقة الدبلوماسية بشرط نقل الصورة الصحيحة عن لبنان وليس رفع التقارير لغاية في نفس اليعقوب ترجمة نانسي قنقر